واحد من ملفات الفساد الكبيرة بالعراق هو موضوع تهريب النفط بشون يقدر نستفاد أو نضمن أو نحافظ على الثروة النفطية والغاز ونبعد هذه السراق من خلال قانون نفط والغاز راح يساهم بالحفاظ على هذه الثروة طبعا مشكلة التهريب هي مشكلة مركبة ومحقدة هتنسى سيادة النائب احنا عدنا تهريب نوعين بالبصرة وبالمحافظات الاتحادية عدنا بلقي يعني التهريب موجود وفي دول مستقرة نوعا ما أيضا يوجد فيها مثل هذه المشاكل لكن في العراق المشكلة أين مشكلة هناك نوعا من التهريب مرة تهريب عصابات خارجة عن القانون وهذا واضح ومرة تهريب تشترك فيه جهات في الحكومة أشخاص في مناصب حساسة في الحكومة هذا أخطر هذه خطورة تكون أعلى باعتبار أن التهريب يكون منظم ويكون صعب كشفه اليوم نسميه مثل حرام البيت حرام البيت صعب كشفه إلا بعد فترة أو أمور يعني بعض المعلومات بعض الجهات التي ربما يختلفون فيما بينهم حتى يكشفون مثل هذا الملف فملف تهريب النفط موجود لكن مشكلة هل يعالج هذا الملف أم لا يعالج هناك أمور يجب أن توفر لوزارة النفط لوزارة الداخلية للأجهزة الأمنية لكي تتم السيطرة على ملفات التهريب منها أن يكون هناك مراقبة إلكترونية مراقبة حسب التقنيات الحديثة لأنابيب النفط أنابيب النفط الخام منتشرة في مناطق صحراوية ومناطق بعيدة عن مراكز المدن وغير مراقبة وأيضا هناك مشكلة في موضوع العدادات يعني كثير من الحقول النفطية تنتج النفط وتتصل النفط إلى المستودعات أو إلى موانئ التصدير الحقل ينتج 500 ألف برميل لكن هل تصل هذه 500 ألف برميل كاملة إلى المستودعات؟